اشتركوا في القناة 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 وايضا في هذه البطولة حالة جميلة جدا خلقها ادي الجماهير المصرية اللي احلى حاجة كانت موجودة في المباراة صوت الجمهور ما قالش طوال التسعين دقيقة ودي لقطة من لقطات الحتة اللي فادة دي دي كتفه منتصف الملعب وعليها كلام اقوله لحضراتكو ولكن المدرج اللي كان في التالتة شمال كان مقفول على اخره بيه المصريين انك تسمع الاغاني انك تسمع نشيد الوطني انك تسمع كل الحاجات الحلوة اللي احنا متعودين ان احنا نسمعها ولكن ما بيننا وما بين بعضينا ده واحد من المشجعين ما كانش مصدق ان المنتخب مصر خسر من الارجوية بعد هذا الاداء كان صعبان عليه الاداء الرائع اللي عمله منتخب مصر وما كانش عايز يروح لان النتيجة كانت صعبة حس ان هو Cuando ند往 منتخب الارجوية حس انه يطمع في الماتشع حس انه اللي شافه من رجول منتخب مصر بنلعب من غير مين بنلعب من غير قده في الدور الانجليزي بنلعب من غير أحسن لعب بنلعب من غير واحد من ثلاث لاعبين الآن في العالي بنلعب في واحد نجمي شباك في اي حاجة وبخشها من غير محمد صلاح منتخب مصر عندو هوية عندوا كينونة عندو ايدنتي قوية وصلبة الدفاع. تشوف تصرحات العالم. تشوف تصرحات المدير الفني لفريق أرجوية. تصرحات اللعيبة. تصرحات خيمينيز اللي جاب الجول. قال لك احنا كنا متوقعين هذا الأداء صراحة. واتعبنا كتير أمام منتخب مصر عشان نصر إلى هذا الهدف. حالة جميلة جدا ترابط والناس اللي كانت عمالة تتكلم على ميستر كوبر وتقعد تنتقد أداءه وتنتقد طريقته. وتشوف بقية المنتخبات اللي لعبت في مبارات أخرى بدون ذكرى أسامي تبتدي تحس بقيمة هذا الرجل المنظم. رجل منظم. رجل عارف إمكانياته. عارف إزاي يقدر يخلق حالة صلبة. أنت كنت أمام نجوم الأرجوي. كان في ناس طمعانة. في ناس في وسط الماتش قبل الماتش بيوم. كانت تقولك احنا هنشيل كام. ابتدت في وسط الماتش تبتدي تبقى طمعانة. طمعانة في أن أنت تحقق نتيجة إيجابية. طمعانة أن أنت قادر. إزاي يقولك إزاي كرة بتاعة أحمد فتح دي اللي شاطها. كرة بتاعة كهرباء اللي كان قدامك. كرة بتاعة النيني. بقى عندك تواجد أمام منتخب في نجوم كبار جدا. منتخب أرجوي من أفضل منتخبات وصلت سمي فاينل قبل كده في كأس العالم. لما كسب منتخب غانا في كأس عالم 2010. بقى هؤلاء النجوم كان هداف كأس العالم من عندهم. دي يجوا فورلند. كان بلعب معه سوارس. دلوقتي بقى كفاني. وكفاني لا يقل ممكن يزيد عن فورلند. فأنت بتتكلم على هذا المنتخب بأكبر مدير فني في البطولة أسكار تبارز. أمام ميستر ريكتور كوبر اللي الصراحة إدالنا منتخب صلب في الأداء. ما حدش كان يتوقع أن عمرو وردة هيبقى بأز الأداء. حدش كان يتوقع أن الأداء الصلب فيه حتى بعد تغيير الطريق حامد النساء مرسي ينزل بهذا الشكل. اللي بيبقى حاسس أن ما فيش حاجة نقصت فيه ألمنديال. بصوا صلاح وبصوا باقي النجوم. بصوا الصورة دي بتعبر عن الروح اللي كانت موجودة. بصوا شيكابالا. بصوا عمر جابر. بصوا عد سمير. الناس ناقص أنها تنزل تلعب مع زميلها. محمد صلاح كان قاعد عمال يفرق على الدكة. حابب أن هو ينزل ولكن قرار صعب جدا أن أي مدير فني ولكن هما دول ده ميزة الأجانب. ميزة المدير الفني اللي عنده شخصية قوية اللي يقدر يدير مباراة اللي يقدر ياخد قرارات. هو عارف أنه هو اللي بيتحمل كل حاجة فيها. ميستر كوبر لا يلتفت إلى كلام الجماهير. لا يلتفت إلى النقط. فإن الراجل دوت عارف كويسه هو بيعمل إيه. عارف كويسه أو ماذا يفعل. عشان كده هو مدير فني ملتخب مصر. مدير فني لفريق الإنتر وفريق بالانسيا. وصل اتنين فاينال راجل فعلا هويته كده. حتى أوسكر تبارز بيقولك أنا أعرف كوبر منذ أن كان لعبا. وحتى حينما أصبح مدربا عارف طريقته وعارف اسلوبه. هو منظم جدا دفاعي. الحالة لو ما برضو سمعنا تصريحات روبرتو كولوس دي واحدة من الفرص اللي ضعت. أنا عايز أتكلم عن حاجات كتير في المنتخب. وصراحة المنتخب كلهم أبطال. في ناس ومنهم حارسنا الكبير الشناوي. صراحة احنا هنا في قناة النادي الأهلي كنا لينا السبب. إن احنا نتكلم إن الشناوي هو الأقدر. وممكن قلتها لحضراتكم. يوم من الاتنين قلت الشناوي هو اللي هيحرص مرمى منتخب مصر. لأن الناس اتفجأت بأداء الشناوي لأنهما ما بيشوفهوش في التمرين. من لا يرى الشناوي في التمرين ينبهر بهذا الأداء. ولكن انت بتشوف الشناوي في تمرين النادي الأهلي. وازاي هذا الرجل اللي بعيد عن الأنظار لفترة. وإنه يرجع النادي الأهلي. وإنه يخش وسط منافسة حراسة مرمى النادي الأهلي. وإنت ما أدراك أن أنت تبقى حارس النادي الأهلي. ما يكون عندك ثلاث حراس. كلهم بلعبوا منتخبات. دي صعبة للغاية. إنك تخش مع الشريف إكرامي. وتنفسه. وتبقى بتبقى الحارس الأساسي. وتاخد في كاس العالم أمام سواريز وكافاني. تشال من هنا انفراد ما يتشالش. وشال كورتين صراحة من كافاني. كافاني نفسه هيبتدي أن يبصوا الأداء والطريقة والأسلوب. وأنا لازم أشكر كابتن طارق سليمان. لازم أشكر كابتن طارق سليمان أنه قدم لمنتخب مصر هدية. قبل ما أشكر كابتن أحمد ناجي. اللي كمل على مستوى الشناوي. وأضاف له العديد من الخبرات. ولكن كابتن طارق سليمان مع هذا الحارس فعل حاجة مش هقول معجزة. لأن كرة القدم لما بتديها. ولما بتبقى أنت مركز في تمرينك. ومركز في حياتك الشخصية. ومركز أن أنت يكون عندك طموح وتحققه. ده ما تبقاش معجزة. وهو ده الشناوي. فرج على واحد عنده كل حاجة. نستقول لك عنده سبات مفعالي. نستقول لك الراجل ده ما بيخافش. نستقول لك الراجل ده سابت. كل أمور حرصة المرمى. فوتورك. إحساس بالمكان. كورة عرضية. شخصية مع المدفعين. توافقات في قراراته. إنه إزاي في طول الوقت تحس إنه هادي. حرص مرمى.